طيب هل الخطورة بس مقتصرة على مسألة الإدمان النفسي للعبة ولا إنه كمان لها أخطار أخرى يعني كخبير أمن المعلومة الموضوع خطير؟ طبعاً طبعاً هو أصلاً حالياً الأطفال بيتم تشكيل الوعي طاهم حالياً من الألعاب بنشوف حالياً بعض الحاجات اللي احنا ممكن مثلاً ناخد بالنا منها زي الألعاب الكتالية زي مثلاً ألعاب تكون موجهة لتفكي لأننا أحدد مصار ابني أنه مثلاً يكون وليكن مثلاً حاجة زي الفيل الأزرق أو الحوت الأزرق اللي كانت موجودة لعبة دي مع لعبة ماريم تقريباً مع بعض الألعاب التانية اللي كانت موجودة الفترة اللي قبلها كل الألعاب دي أصلاً مشكلة أن هي تخلي ابني يعمل بعض المهام بشكل معين تخلي ابني مثلاً تقوله والله اعمل مثلاً تسكن انت خد التليفون تصور مثلاً بابا واما وهم مثلاً ايه مثلاً هما نايمين بليل أو اطلع على فوق السطح مثلاً عندكم أو أي أن كان مثلاً مكان وحاول تصور بنفسك من فوق بحيث مثلاً أن الولد يقع أو يحصل فيه أي حاجة كلام ده على فكرة فيه حوادث مرسبة عالمياً موجودة بكل التفاصيل دي طيب ماذا بعد أنه مثلاً ابني يتم توجيهه أنه يعمل بعض التفاصيل أو بعض مثلاً الخطوات اللي احنا ممكن نقول عليها أن هي فيها أزمة جديرة مبدئياً هيخلي ابني يتعلم كدب هيخلي ابني ممكن مثلاً أن هو يحط حاجة على التليفون بتاعه حاجة دي يكون فيها هاك لي ممكن مثلاً سيئة أن هي تاخد صراحيات المايك والكاميرا وده كمان احنا رحزناه وكان فيه بعض الكيس أصلاً موجودة في حاجة زي كده بعد ما هيحصل الكلام ده كله هيحصل موضوع الابتزاز وهو الموضوع الأول اللي احنا دايماً نتكلم فيه في ما يتعلق بالحماية وما يتعلق بالتكنولوجيا حالياً لمنذ أن أنت خلي بالك لأن أنت لو قعت في عيسى وبقى حد بيبتزك هيقدر ياخد منك حاجة كثيرة جداً ممكن ياخد منك فلوس وده حالياً أصلاً بنشوفه في بعض الحاجات المختلفة كثيرة جداً ممكن أنه هو يتطلع على حاجتك وسيء مثلاً خلينا نتطفق أن احنا الارتقدم اللي بقى موجود حالياً ممكن من خلال بعض المعلومات الصغيرة لحضرتك دلوقتي أخذ حسابك البنكي وده متاح على فكرة وممكن أقولك حتى ستيفة حصلت عالمياً موجودة انطلاقها من بعض استخدامات بسيطة جداً للتليفون وممكن نذكر حاجات خاصة بيها ممكن كمان يحصل أن أنا ابني ده يحصل له عقدة نفسية بسبب القصة دي وحتى دكتور ممكن يعني يقول لنا ممكن ده يحصل إزاي كمان بسيط كل ده ممكن نلاقي أن ابني بيعمل مثلاً بينزل حاجات على التليفون ممكن أن هي تفكر خطورة جديرة جداً وتخليه مثلاً يسحب الرصيد اللي على التليفون بتاعه ده دي أبسط حاجة كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن الخطورة بتاع الألعاب تعملها كمان بنلاقي أن هو ممكن ينزل الألعاب الألعاب دي فيها مثلاً إعلانات مخلة ممكن تعلمه الحاجات اللي هي المتعلقة بحاجات فوق سنه أنه هو يستوعبها أو يتفرج عليها فكل المخاطر دي بتودينا النقطة مهمة جداً وهي ضرورة أن أنا لازم أكون مرائب ابني تقنياً ليه ليه بتكلم في النقطة دي ويمكن على فكرة أصد يوسف في ناس كيفية جداً هجمتني لما بقول مش عيب أن أنت أصلاً تجيب تليفون ابنك وترقبه وتكون معاه على التليفون وبتشوف هو بيعمل ليه لأن من الفترة دي في بعض التوجيه لبعض الأفكار بيخلي دايماً الطفل أو ابني بيروح لنحية أنه هو إي ده أنا عايز أشوف إي ده ترجمة نانسي قنقر